السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً فيكم أهلاً وسهلاً فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى قناة أنا اليوم ما راح أقول لك لا أريد لايك ولا أريد حتى تشترك بالقناة أريدك بس تسمعني تفهمني تشارك وياي معلوماتك اليوم راح أتكلم أو أنا أتكلمت سابقاً على هذا الموضوع أتكلمت عن برنامج التطوع وتكلمت بي حوالي حلقتين يمكن قبل أدة أشهر يعني قبل ثلاثة أربعة أشهر همين أتكلمت قبل شهرين همين أتكلمت بهذا الموضوع حسا راح تسألني المفاجئة شنوي يعني أنت راح تحكي بهذا الموضوع واليوم همين أنا اسمي أحمد أنا أحب أجيب لكم وأشارك وياكم المعلومات أبحث ودائماً أبحث عن كل جميع المعلومات اللي تفيدكم وتفيدني اليوم أنا عندي معلومة جميلة جداً فيزا إلى بريطانيا اسمها فيزة العمل الخيري والله موني عندي ترى هي اسمها هيتش والفين واثنين وعشرين شهر الواحد بدأ العمل بيها فيزة العمل الخيري يعني شنو؟ يعني التطوع فيزة العمل الخيري في بريطانيا وشنو؟ شقيت؟ خلال ثلاث أسابيع تطلع الفيزة يعني خلال ثلاث أسابيع أنت تكون مسافر إلى بريطانيا شنو معناها فيزة العمل الخيري؟ معناها التطوع التطوع هو مساعدة المجتمع ولازم تساعد الكبار بالعمر ومن هذا الكلام هذا ما يمكننا خبز أنا رايح أندي خطة أسوي خطة ففيزة العمل الخيري لبريطانيا هبارة عن تطوع في العمل بلاش نقص أيدي العاملة في بريطانيا وكلنا سمعنا عن سائق الشاحنات وسمعنا عن عدد المصانع ومن هالكلام ومن هالكلام فسوى طريقة جديدة هي فيزة العمل الخيري يعني تروح تطوع بالمصنع تشتغل بك بس مو ببلاش عشرين ساعة إلك بفلوس والسكن عليهم والشرب عليهم والأكل عليهم أنت بس تروح تطوع وعشرين ساعة عمل بفلوس ينطوك إياها وتقدر تشتغل عشرين ساعة أخرى في الأسبوع إذا حصلت لك عمل ثاني وما عدد العمل التطوع تشتغل بي اش قد يعني او اش قد تكلفته شنو شروطة أقدر أخذ عائلتي ويايا لولا إذا انت شاف الفيديو السابق ما تتطوع والعمل وشون السافر إلى أوروبا وكندا وبالذهل أنا تكلمت عن كندا وبريطانيا بس الكثير من المشككين هو مو مشكك يعني أنا عادي يعني ما عندي شوية أصلا أنا أريد أساعده هو ما يريد يساعد نفسه هو قاعد بالبيت وصافن على نفسه وما يريد يحرك روحه رب العالمين يش قال قال اعمل فإن الله يرى عملكم يعني اشتغل حتى أنا أساعدك على شغلك وقاعد ويجي كتب مكذاب ما هذا الكلام خيالي هذا الكلام كذا هذا الكلام كذا وهو أصلا ما متحرك من مكانه اليوم أنا حجبت لك هذا العمل الخيري أو التطوع العمل الخيري تكلفته وشروطه بشغلتين بس تخيل بشغلتين بس هسا أنت إذا تريد تطلع تهريب من بلدك إلى بريطان وتعبر بحر الماش أو يحطوك بمركب أو يحطوك في لوري أو شاحنة ضموك في ثلاجة شاحنة عمودي ووصلك ربرة هنجد تكلفتين خمسة وعشرين ألف دولار ثلاثين ألف دولار أو إذا كانت ممتازة هي بخمسة واربعين ألف دولار لبريطانيا هاي تكلفتها كلها ألف وثلاثمين دولار للفيزا ألف وثلاثمين دولار بس مو من عندي أنا شعليانك إيش ماخذ منك أوراقك معاملتك أنت تروح تسوي بالسفارة تكلفك ألف وثلاثمين دولار بس خلينا نكمل وهنا نحكي لكم عن التكلفة همينة أنت من توصل لبريطانيا هاي الفيزا تقدر تاخذ وياها عائلتك همينة يعني فيزا أنت وعائلتك تسافرون بيها للتطوع العمل الخيري في بريطانيا أ展T أكو ناس تقدر أتمامب على اللجوء إنت تستطيع التوعية لتأخرى دائماً اتكلم عن الطريقة أنا ما أتكلم اللون من الداخل بأتقدم على اللجوء أنا، أعلمك nuts ما تقدم على اللجوء مو بعد ما تقدم على اللجوء تدخل بريطانيا أول من البحث ساءت أتقدم على اللجوء أكونا أشخاص لنا يدورو عمل تقعد تستقر تشتغل اكو ناس لا يتزوجون تروح تتزوج وتستقر وتغذر الاقامة دائمية هاي الفيزا مدتها سنة للعمل الخيري تكلفتها الفيزا 300 دولار يعني انا انت 300 دولار ويا الاوراق والجواز السفر يسوقها للفيزا هاي الفيزا تحتاج شهادة لغة ياخذوك حتى لو انت اخرس ما يحتاجوا منك لغة ما يحتاجوا منك شهادة لغة او ما يسقلوك حتى اذا انت تعرف تحكي انجليزي او ما تعرف تحكي انجليزي بس هاي بقت يمك هناك من التسافر انا ما لاي علاقة بها انا عندي علاقة بالسفارة دا اقول لك السفارة تاخذك حق وتضطيك هاي الفيزا حتى لو انت اخرس ما عندك صوت يطلع يعني ماذا تحتاج لغة وما تحتاج شهادة لغة تحتاج دراسة تعتقد شهادة علمية او مخلصة ثانوية ولا هاي يعني الجماعة اللي عندهم مشكلة باللغة وما يريد يتعب نفسي حفظ لها ثلاثة اربعة كلمات لغة انجليزية او فرنسية فهاي الطريقة هي مفتاحك تقدر تطلع عن طريقها الى بريطانيا وتطلب اللجوء من داخل بريطانيا انت وعائلتك لان ما تحتاج منك لغة ياخذوك قول لهم انا اخرس اشرهم بالاشارات وسوي لهم الاوراق اطلع وياخذون البيزا مالتك سوي لك بيزا اثنيا والأهم ما تحتاج شهادة يعني حتى لو انت ممخلص ابتدائي يصف اول ابتدائي همينة ياخذوك لان هي ما تحتاج شهادة يعني لا تحتاج شهادة لا تحتاج لغة لا تحتاج عقد عمل لا تحتاج كفيل كل شي ما تحتاجه منك هاي من أحد شروطها شروطها اذنية شغلتين بس أنا جقتلك بالبداية يكون عندك 1300 دولار يعني هاي الألف دولار لو تجمعها أو تسوي بيها جمعية هم تقدر تجمع ألف دولار لو تتداين وما عندك فلوس أخي تعال أنا نضاينك يا الألف دولار أسوي بيها أفتح بيها حساب بيكي قبل 28 يوم من تقديمك للأوراق مو بعد قبل 28 يوم من تقديمك للأوراق يعني تجمع 1300 دولار 300 تنطيه هوية الأوراق وألف دولار تفتح بيها حساب بيك حتى لو إذا ما قدرت من أصدقائك تجمع ألف دولار فأكون محلات شركات السياحة موجودة تنطيهم 100 دولار وحدة هم يفتحوا لك كشف حساب بألف دولار المدة شهرين يعني حتى ما يأخذوا منك الفلوس أنت بس يسوي الكشف الحساب تأخذ الورقة ويها الأوراق شو يردون منك؟ يردون منك جواز سفر يردون منك نسختين صور يردون منك شي مهم أنا أتكلمت أحدها في الفيديو الساعة أختار شنوه؟ تطوع في بريطانيا أكثر من 250 مؤسسة خيرية للتطوع العملي الجماعي لخدمة المجتمع أكثر من 250 جمعية يعني الآن لو قدمت على 20 جمعية بيهن ما معقولة ما ثلاث جمعيات يرأس لهم يقولوا لي أهلا وسهلا بك وهذه الورقة تقبولك في بريطانيا يعني تخيل طبعا أنا رح أخلي في صندوق الوصف الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ورح أتكلم بيها موجودة رح أحضلكم ياهو بصندوق الوصف الحكومة البريطانية الموقع حق قسم التأشيرات الخارجية فيزة العمل الخيري إلى بريطانيا ورح تقرأ التكاليف طبعا ورح تقرأ كل شي بس أنا طالب منك شغلة إنه تعب نفسك وترسلك واحدة من هج جمعيات هس أنت شرب لك هالقراسة تشاي استكلمتك تشاي ورثوا إياها جيجارة وفكر بالموضوع أنا ليش أطلع تهريب أنا ليش أروح أدفع فلوس ودول شنجل وفيز ما هاي الفيزة هي جاهزة قدامي ما بها أي متطلبات ولعلمك طبعا هاي الفيزة إذا تأخذها على جواز السفا تقدر تصل بها الكندا مو بس لبريطانيا هاي نقطة جدا مهمة إلك جدا مهمة تدخل بها كندا هاي الفيزة مو بس تدخل بها بريطانيا هاي الفيزة ما مطلوب بها بس شرطين شنو هنه الشرطين خل أعيدها اللي يمشي الفيديو يمشي للفيديو ويرجع يسألني نفس السؤال الموجود جوابه في الفيديو أعيد ليها مرة ثانية مطلوب منك أخي العزيز بهاي الفيزة شروطها شغلتين إن شاء الله الأولى ألف دولار تحط بحسابك البنكي قبل ثمانية وعشرين يوم من تقديم المعاملة للفيزة اثنيا ورقة قبول تطوعية من جمعية أو مؤسسة خيرية في بريطانيا أو الشركة أو مصنع يعني ترو أكثر طبعا وأنا قلت لك ورح أعيدها مرة ثانية حتى تفتهم ميتين وخمسين أكثر من ميتين وخمسين جمعية ومؤسسة خيرية في بريطانيا تستقبل المتطوعين من جميع أنحاء العالم وأنا كأكثر من ألف مرة يمكن أو أكثر مو ألف نكثرها أكثر من ثمانية وخمسين فيديو تطوعي عملي قدم عن بريطانيا اللهم فاشهد اللهم إني قد بلغت بس إنه تجي تطلب مني أجزلك طيارة خاصة تأخذك لبريطانيا أو كندا هاي مو بإيدي أنا أنطيك معلومات كلها ومعلومات كاملة وفية ودائما أبحثك عن الموضوع والمعلومات المفيدة اللي تفيدك تطلع بها وتسافر طبعا بالنسبة اللي ما يقدر يحصل لجوء في بريطانيا مثل أخواننا الجزائريين أخواننا التوانسة أخواننا المغاربة أو الأردني أو اللبناني تقدر تشتغل لأن هناك إذا حصلت على شغل دائم يعني أنت تشتغل التطوع وحصلت وياها على شغل دائمي في بريطانيا فتتغير أوتوماتيكيا إقامتك لإقامة دائمية ونظر تعمل وتشتغل أما الباقي الدول تحت بند الأمم المتحدة طبعا جزائر والمغرب هم يقدر يقدم للأمم المتحدة يقدم هناك على الجوء لكن لازم تكون عندها قصة خاصة به أما السوري واللبناء أما السوري والفلسطيني والليبي والعراقي والسوداني فهذولة يقدرون أول ما يوصلون بالمطار حتى ما يتعقب نفسه يروح ويقعد ويشوف العملاء التطوعي لا يروح رأسا يقدم على الأمم المتحدة ويقدم العفو بالمطار على طلب اللجو هس أنا أريد رأيك هل أستحق عليك؟ ليك واحد ما أريد أكثر على هاي المعلومات اللي انطيتك إياها لا تنسى الاشتراك بالقناة وأنا أحبكم ودائما أبحث لكم عن المعلومة اللي تفيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا